أسهمت المساعدات الإماراتية المقدمة لجزيرة سقطرة في تحسين حياة السكان من خلال تطوير وتأهيل مطار سقطرة لتعزيز دوره في خدمة مسار التنمية في الأرخبيل إضافة لتسهيل التنقل من وإلى الجزيرة كما دعمت الإمارات جهود تأهيل وتطوير ميناء سقطرة عبر إضافة رصيف بحري وزيادة الغاطس لإرساء السفن الكبيرة وفي الجانب الصحي أسهمت الإمارات في رفع كفاءة القطاع في الجزيرة عبر دعم وتشغيل المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير المعدات الطبية وسيارات الإسعاف إضافة لتوسعة مستشفى الشيخ خليفة وإضافة تخصصات في الجراحة والطوارئ والقلب والكلة بالإضافة إلى عيادة متنقلة لأهالي المناطق النائية وفي قطاع الكهرباء والمياه انشأت دولة الإمارات محطات كهربائية وقامت بتغيير الشبكة الهوائية بأخرى أرضية وزعت مولدات على القرى النائية وزوتت الشوارع بإنارة تعمل بطاقة الشمسية فضلا عن إنشاء محطتي توليد كهرباء بطاقة الشمسية بالإضافة إلى حفر آبار وتركيب مضخات لاستخراج المياه باستخدام الطاقة الشمسية أما عن دعم الصيادين فقد تم تقديم الدعم للإكتحاد التعاوني السمكي والجمعيات الصيادين وإنشاء مناطق رسو ومباني لجمعيات الصيادين وصيانة مجمع مباني ثروة السمكية الذي يضم مباني متضمنة سوق كبير للسمك ومصنع للأسماك لاستيعاب 500 طن شهريا وتوظيف 500 شخص من أبناء الجزيرة وتوفير 30 قاربا للصيد وفي قطاع التعليم وفرت الإمارات منحاً تعليمية للدراسات الجامعية للطلاب والطالبات من الأرخبيل للدراسات بجامعة الإمارات وجامعات مصر وذلك باتزام مع مشاريع تعليمية أخرى كتأهيل مدارس المحافظات وصيانتها وترميمها وبناء فصول دراسية جديدة لمختلف المراحل الدراسية فيما تم افتتاح معهد سقطرة للاستشارات والتدريب وتأهيل كافة كوادر المحافظة والهيئات الحكومية وفي الجانب الإغاثي وكبت المؤسسات الإماراتية الوضع في الجزيرة عبر توزيع مواد إغاثية متنوعة للمتضررين من الوضع الإنساني المعقد حيث تم إغاثة منكوبي إعصار ماكونو والشابالة وبناء والترميم البيوت المنكوبة وفي الجانب الثقافي كالمهرجانات الثقافية والتراثية والرياضية ودعم الأسر المنتجة وأشرفت الإمارات ودعمت إقامة الأنشطة الرياضية عبر إعادة تأهيل الأندية الرياضية وإقامة الفعاليات والمهرجانات والمسابقات شكرا